اشتركوا في القناة ومعالي شيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي في قصر الصفرية هذا اليوم وخلال اللقاء جرى استعراض عدد من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن المحلي والرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الوطني مؤكدا جلالة الملك المفدى أن المملكة ماضية في تبني الخطط التنموية والاقتصادية لمزيد من المنجزات لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم معربا جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبذله سموه من جهود كبيرة في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها وسعيه الدائم لتبني الخطط والاستراتيجيات المواكبة للتطور والهدفة للنهض بمستويات الأداء في المؤسسات والإجهزة الحكومية كما تناول اللقاء المستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر حيث أشاد جلالة الملك المفدى بانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم المضاد ضد الفيروس وما حققته من نتائج طيبة وبالتجاوب الكبير من قبل المواطنين والمقيمين مع هذه الحملة والذي عكس وعيهم وتعاونهم لإنجاحها معربا حفظه الله عن الفخر والاعتزاز بجهود كافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية والفرق الداعمة وإسهاماتها في نجاح الخطط الموضوعة للتصدي لجائحة كورونا كما تم بحث حقوق الصيادين البحرينيين مقدرا جلالة الملك المفدى المواقف النبيلة والوطنية التي أبدتها السلطة التشريعية والمجتمع المدني في هذا الشأن معربا جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره إلى جميع الجهات الرسمية والأهلية وإلى المواطنين الكرام والمقيمين على أرض مملكة البحرين على تهانيهم الطيبة لجلالته بمناسبة الأعياد الوطنية وكل من شارك في هذه الاحتفالات الوطنية ومن عبر عن مشاعره النبيلة وفرحته بمختلف الأشكال بهذه المناسبة الجليلة سائلني المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع بالخير والسعادة ترجمة نانسي قنقر